العقوبات ستساهم في القضاء على داء الانقلابات العسكرية بهذه العبارات اختتم رئيس دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا قمة افتراضية لمناقشة مستقبل مال السياسي فقرار المجموعة الاقتصادية واضح أمام الماليين حل وحيد للتخلص من العقوبات التي فرضها جيرانهم ويتمثل هذا الحل في تسريع عملية الانتقال الديمقراطي إن المجموعة تطلو من العسكريين الحاكمين بدء انتقال مدني فورا وتشكيل حكومة بسرعة تعد الانتخابات التشريعية ورئاسية خلال 12 شهرا وعلى هذا الأساس اشترطت المجموعة تعيين شخصية مدنية معروفة بنزاهتها الفكرية والأخلاقية لتولي الحكم خلال المرحلة الانتقالية كما دعت إلى اختيار رئيس وزراء مدني مشددة على أنها لن تقبل أن تكون هناك هيئة عسكرية أعلى من رئيس الملحلة الانتقالية وفي السياق ذاته لفتت المجموعة إلى أن إطلاق سراح الرئيس المعزول إبراهيم بوبكر كيتا لا يمثل عودة إلى النظام الدستوري فتحقيق هذا المطلب يستوجب عودة الجيش إلى ثقناته على حد تعبير رئيس المجموعة محمد إيسوف وإذا ما تم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة فسيتم رفع العقوبات المفروضة على مالي بشكل تدريجي وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد علقت عضوية مالي في مؤسساتها وأغلقت الحدود معها كما أوقفت التدفقات المالية مع الدولة في أعقاب الإطاحة بالرئيس بوبكر كيتا الأسبوع الماضي شكرا